السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناتكم تقافى ومنوعات في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتكلم فيه عن شخصيات يجب أن تعرف بوجودها وتعرف صفحاتها الرسمية إذا كنت مهتم بالعمل على الانترنت فقد قمت بتجميع لكم مجموعة من الصفحات بعد أن جاءتني العديد من الأسئلة أرجاء صفحة الشخص الفلاني في هذه الحلقة أحبب أن أجمع لكم مجموعة من الصفحات التي تهتم والرائدة في مجال العمل على الانترنت في مختلف المجالات فابقى معي أول صفحة هي سيمولايف ولابد إذا كنت مهتم بمجال العمل من الانترنت من قبل منذ مدة فأنا أعتبر أنك بالتأكيد تعرف سيمولايف فلو تنزل إلى أسفل كثيرا سوف تجد حوالي 20 بد مباشر يشارك فيه معلومات صراحة لن تجد شخص يخصص كل يوم أكثر من ساعة من وقته ليشارك معك مثل هذه المعلومات بالمجال نعم لا يوجد من يشارك مثل هذه المعلومات التي شاركها الأخ سيمولايف بالمجال فهو مهتم بمجال الأفليات على فكرة الشخصية الثانية وهو الشخص الذي جعل لأدسنس معنى آخر وتحدى وكسر كل الحدود هذا الشخص وهو عبارة عن حسام زاوي الجزائرية لأصل فعلى فكرة اختصاص حسام زاوي هو أدسنس أربتراج يمكنك أن تجد كل الروابط صفحاتها الشخصية في أسفل الفيديو بيلال الضيفي بيلال الضيفي وهو عبارة عن شخص احترف بمعنى الكلمة مجال التسبرينغ والتسويق لموقع يبيع الأقمصة كل ما عليك فعله هو تصميم رسمة للقميص وما إلى ذلك وتسويقه وتبيع وتحصل على عمولتك من كل قميص يبيع أعتقد أن هذا اللايف منذ قليل فقط فهي حسابات نشطة للغاية محمد ولد علي فهو يهتم بنفس المجال تقريبا وكما تشاهد معي يشارك معك تجاربه الفاشلة الناجحة كيف يقوم بالعمل وما إلى ذلك والعديد من الشخصيات الشخصية التالية في هذه هي التجميعية أو القائمة وهو أسامة وعزيز وفي الغالب يقوم بمشاركة أفكار رهيبة جدا منها سبام منها أمور مخالفة وتجني منها الكثير من الدولارات وما إلى ذلك فأنصح بمتابعة هذا الشخص وأنا أقوم بمتابعته شخصيا فينشرنا فائدة عظيمة الشخص الموالي وهو ياسر وعزيز الذي أحدث الثورة في العالم العربي وكشف كل أسراره في الربح من التعديل على تطبيقات الموبايل وقام بكشف الغطاء عن سبام ففي البداية كل من تحدث عن التعديل على التطبيقات الموبايل يخبرك أنه يجب أن تقوم بالعمل قانونيا ولكن ياسر جاء بكل عفوية وقال بأن المال الحقيقي موجود في التطبيقات غير القانونية الشخص التالي أو الموالي على القائمة وهو حميد أموما يعمل في مجال الريسكين بعد أن كان مهتم بتصميم المواقع ولكنه لم يرضى بذلك الكسب وما إلى ذلك وقال أن هناك فرق كبير جدا بين التعديل على تطبيقات الموبايل ومجال تصميم المواقع فهو يقول بأن التعديل على تطبيقات الموبايل أفضل بكثير الشخصية الموالية عفوا هي إيدي يحيا إيدي يحيا أيضا يمكنك أن تستفيد منه في العديد من المرات يقوم بمشاركة أفكار رهيبة جدا في العمل على الإنترنت وما إلى ذلك الشخصية الموالية في تجميعية اليوم عفوا وهو ياسر انزاك كما تشاهد معي فيمكنك الإطلاع على صفحته الشخصية وتسجيل متابعة له وما إلى ذلك حتى تستفيد من كل المعلومات التي يقدمها الشخصية الموالية على هذه القائمة هو يوسف خليدي أيضا نفس الكلام ينطبق عليه شخص شاب رائع مسلم لقد كسروا كل الحواجز أعتقد أن هذا الجيل هو أفضل جيل الشخصية الموالية خليد يمكنك أيضا عمل متابعة له نفس الكلام ينطبق عليه ويهتم بالمواقع وما إلى ذلك فيمكنك الإطلاع على صفحته الشخصية واكتشاف كل ما يقوم بمشاركته بنفسك الشخصية الأخيرة في هذه التجميعية هو حسان أنبار يمكنك أيضا أن تعمل متابعة له وتستطيع أن تشارك في كل البوستات التي يضعها وما إلى ذلك أعتقد أن فيديو اليوم قد انتهى هكذا كانت هذه التجميعية لأفضل الشخصيات إن صح التعبير رواد العمل في مجال الأنترنت لذلك كل مرة كنت أجيب كل شخص على حدة وأعطيه روابط الصفحة التي يريد أو روابط أكثر من صفحة فلذلك أحببت اليوم أن أشارك معكم الفيديو مرة واحدة لمن لا يعرف الأشخاص لمن يعرف الأشخاص ولم يجد روابطهم وما إلى ذلك أتمنى أن تضغط على زر لايك إذا عجبك هذا الفيديو اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس أستودعكم الله الذي تتضيع أو يدائعه وإلى اللقاء